كتل سياسية مدعومة من إيران ومنها فصائل في ميليشيا الحجد تطالب بتحويل نظام الحكم في العراق من برلماني إلى رئاسي مستجدات جديدة من الفوضى السياسية في العراق تحدث عن تفاصيلها موقع المونيتور الأمريكي مصلطاً الضوء على مساع حثيثة لزعماء ميليشيات المنخرطين في الحياة السياسية للظفر بمزيد من النفوذ والقوة عن طريق النظام الرئاسي في الوقت الذي تفشل فيه نفس الأحزاب الحاكمة في الائتلاف مع شركائها لتشكيل حكومة جديدة الدعوات لنظام الرئاسي طفت فوق سطح الأحداث بعد تصاعد الخلافات بين الإعباد وبعض فصائل الحجد الموالية لإيران لسيما ميليشيا العصائب التي كان زعيمها الخزعلي أبرز المطالبين بالتخلي عن النظام البرلماني بحجة أن هذا النظام رسخ المحاصصة الطائفية وليس الخزعلي وحده من طالب بذلك فقد شاطره المالكي المبتغى ودعا إلى ذلك التغيير في أكثر من مناسبة بحجة أن العراق بمشاكله الموروثة يحتاج إلى نظام وصفه المالكي بالقوي يتم بمجبه انتخاب الرئيس وتكليفه بقيادة البلاد وبعيدا عن مدى أهلية الأحزاب الحاكمة في تطبيق النظام الرئاسي في ظل الفساد الإداري وعمليات الإقصاء والتهميش الذي يمارس تحت لافتة النظام الديمقراطي فإن هذا التحول من شأنه بحسب خبراء في القانون أن يمنح الرئيس سلطة التصديق على المعاهدات والاتفاقيات مع الدول الأخرى والموافقة على تعيين موظفي درجات خاصة كما يمكن للرئيس سحب ثقة من الوزراء وإقصاؤهم بدلا من البرلمان كما ستكون لديه السلطة لإعلان الحرب وحالة الطوارئ وله أيضا حق التدخل في الموافقة على الميزانية من عدمها والأهم مما سبق صلاحية الرئيس على حل البرلمان وتسمية أعضاء المحكمة الاتحادية ويوجه طلب تحويل نظام الحكم في العراق سلسلة من العقبات الجوهرية والقانونية التي يقول الخبراء إنها تجعل من الصعب تصور هذا السيناريو في أي وقت قريب